تُعاول جهانسبورغ على شبكة واسعة من المعارض والبنى التحتية لتصبح محوراً رئيسياً للفنون المعاصرة في إفريقيا حيث يشكل هذا المجال سوقاً في طور الازدهار كما بدى واضحاً خلال الدورة السابعة من معرض جوبورغاردفير ولا يزال هذا المعرض الذي ضم سبعة وثلاثين جناح عرض من ثمانية بلدان لأعمال أربعمائة فنان تقريباً واستقبل تسعة آلاف وخمسمائة زائر بعيداً كل البعد عن الفعاليات الكبيرة في هذا المجال كأرت بازيل في مدينة بازيل السويسرية من المهم أن نكون هنا لنرفع الوعي إذا الفنون المعاصرة في سوق لا تزال غير ناضجة إنه لأمر رائع أن ينظم هذا الحدث هنا في المدينة إنه مذهل رؤية هذا الكم من المواهب أحاول أن أستفيد قدر الإمكان من التنوع الثقافي هنا وتتمتع جنوب إفريقيا التي تعد البلد الأكثر تقدماً في القارات الإفريقية بأكبر شبكة لصلاة العرض التي تعود في بعض الأحيان عن نقص المتاحف في البلاد وهي تضم أيضاً أكبر نسبة من الفنانين